مرحباً اضع البصر التراب منفور ترجع البصر قررتين ينقل إليك البصر فاسقه ومعه عزيل ولقد زيننا السماء الدنيا لمصابيها وجعلناها هجوماً للشياطين وأعدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا ببهم عذاب جهدنا وبئس المصير إذا قلوا فيها سمعونا شديداً وهي تفور فتباد تبيس من الضريع كلما دنيا فيها فرد سالة فزلتها جهد النبي قالوا بنا قد جاء نبيل فبدبنا وقلنا ما نسأل الله بالشيط إن أنتم إلا في طلال كبير فقالوا لنا نسمع أو نعلم ما كنا فيه لأسحاب السعين أعلموا بذنهم فسبطاً لأسحاب السعين إن الذين يحشون ربهم بالغيب لهم أغفرة وأجل تبير وأسروا قولكم أو جمعون إنه عليم بلا السدور فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلنا الأرض ذلولاً فامشوا في ملاكبيا وكلوا من رزق وإليهم النجور أما إنهم هم في السماء أن يخصف بقوا الأرض فإله يتطور أما إنهم هم في السماء أن يصفل عليهم حاسباً فستعلمون كيف نذير ولقد كلب الذين من قبل فكيف كان نذير أولم يروا وإلى الله لفوقه صاف فاتموا ويرقوا ما يمسك منها إلا الرحمن إن أنكم بكل شيء بصير أما هذا الذي وجد لكم يرسلكم من دور الرحمن إذا التافعون إلا في دور والحمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزق بلد في عدو ودفور أم من يمشي مكباً على وجه أهلاً أم من يمشي سمياً على سراط مستقيم كل هو الذي أنشاءكم واجعلكم السمع والأبصار والكفتد قليلاً ما أشهرون كل هو الذي نرأكم في الأرض وإليكم شهود ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين قل إن من العلم عند الله وإن آهل مبين فلما رأوا سفداً سيئت وجوه الذين كفروا إلى هذا الذي كنتم لي تدعون قل أرأيتم إن أذنك لي الله ومن معي أرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الظليم قل هو الرحمن قابل ما به وعليه تركنا فزفع نكون من في طلاب مدين كل أرأيتم إن أشعر الله من يأتي لهم بها في النعيم